تتواصل فعليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية وتتضمن سباقات سيارات السرعة كما تضمن المهرجان فعليات ثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة هي المرة الأولى لها تستعد بمعدات الأمان القلق يظهر على وجهها لكن حلما لطالما راودها لكي تصبح سائقة في سباقات سيارات السرعة دفع ألاء بهنسي بجرعة من الأمل والشجاعة لتغطو خطوتها الأولى بفعاليات موتورويك بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أنا ما عدلتش خالص أنا عربية ستوك وما فيهاش أي موضيفيكيشن وده بيختلف عن حاجات كتير فأنا بنزل مع ناس معدلة فأنا العربية ستوك بس هي الفكرة بقى أنه اللي بيسوق عربية عادي خالص ما سلمش هيبعارف اللونش كنترول ويبدو أن ألاء ليست بمفردها فالكل هنا من أهل وأصدقاء وقفوا بجانبها ودعموها للوصول لحلمها فجاء هذا الصباق كأول تجربة لها بالعالمين الجديدة على أمل أن تتمرس وتحترف الصباقات المحلية والدولية لكن ألاء ليست الوحيدة فوفاء الفرماوي أيضا التي أحبت السيارات وتركيباتها منذ صغرها برفقة أخيها الذي شاركته في تجميع السيارات وتعديلها وقيادتها تطورت أحلامها وتدربت وتعلمت حتى وصلت لطريقها في سباق السيارات أنا بقالي سنة بالضبط بدخل سباقات رسمية لكن قبل كده كنت يعني بعد العربيات مع أخويا وفي البيت بقى وبنزبط الدنيا وبنسوق مع بعض كده فكعيلة يعني عندنا أساس في الحتة دي شوية ولكونهن من السيدات وسط لعبة اشتهرت في الأساس الرجال فكان لهن تحديات خاصة لكن التمييز وسط هؤلاء كان له أيضا طعما خاص بدخول السباق وتعديل وإصلاح السيارات أنا بعرف أعمل حاجات جول أنجل نفسها يعني لسنا مغيرها بجهات قبل ما يجي على طول فمن ضمن الحاجات اللي بنعملها كتعديل بقى أن أنا في حاجات طبعا ما بعرفش أعملها كبايبينج والكلام ده بس يعني بعرف أقول أنا عايزة إيه اللي يتعدل في العربية بالضبط وتديني أداء عمل إزاي سباقات الموتورويك تأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية والذي امتلأ بفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية أتيحت لكل الفئات من صغار وكبار وعائلات وأصدقاء كريم بيبرس التلفزيون المصري